على الرغم من أن الهدن التي جعلت أهالي قطاع غزة يتنفسون بعض الأمان من هجمات العدوان الإسرائيلي إلا أن موجة من الهجمات والاقتحامات والاعتقالات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ففي شمال الضفة الغربية استشد الطبيب وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية بجنوب محافظة جينين كما اندلعت المواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان عقب تسلل وحدة خاصة من المستوطنين ومحاصرة واحد من المنازل حيث اعتقلت قوات الاحتلال في الوقت ذاته شابا في قباطية بعد اقتحام منزله أما في الجنوب وتحديدا في محافظة رامالله اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة واطلقت الرصاصة وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع قام اقتحم الاحتلال حي جبل الطويل وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوس وعاث خرابا في محتوياته أما في منطقة الأغوار التي تشكل الجانب الشرقي للضفة الغربية فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين البيضة في محافظة طباس واعتقلت شابين خلال مرورهما بحاجز الحمراء استولت على مركبتهما أما في محافظة قلقيلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في المدينة مركز المحافظة بعد أن دهمت منزله وفتشته أيضا في محافظة الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين بعد دهم منزليهما وتفتيشهما حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل بمركز المحافظة واغلقت مدخلها الشمالي في كل الاتجاهين واعتقلت أحد المواطنين بينما اعتقلت الفلسطيني الآخر من منطقة خربة التبان بمسافرية التي تضم تسع عشرة قرية فلسطينية كما دهمت بلدة الظاهرية بجنوب الخليل دون أن يبلغ عن اعتقالات في جانب الآخر اعتقلت قوات الاحتلال أحد عشر فلسطينيا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد بشرقي نابلس بعد دهم وتفتيش منازلهم بينما سلم ثلاثة شبان آخرون أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطيني وفتشت إحدى مركبات الإسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين في ناحية أخرى أصيب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غربي محافظة سيلفيت كان هذا عرضا لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدوان قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتزامن مع التهديئة في قطاع غزة